سلاح الميليشيات المنفلت والأزمتان الاقتصادية والصحية المتعلقة بوباء كورونا هي أبرز الملفات بانتظار حكومة الكاظم الجديدة وقد تحدد مصير هذه الحكومة ورئيسها مبكرا حيث واصل رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي السماحة للميليشيات الطائفية الموالية لإيران بالهيمنة على قرارات الدولة العراقية التمكنت هذه الميليشيات من جميع مفاصلها ومؤسساتها وتحولت إلى قوة داخلية لا نظيرة لها بما في ذلك الحكومة وأجهزتها المدنية والعسكرية أما بالنسبة للملف الاقتصادي فتتحدث مصادر السياسية في بغداد عن عدم إمكانية تنشيط الاقتصاد حاليا في ظل هيمنة الميليشيات على قرار الدولة خاصة القرار الاقتصادي وأكدت هذه المصادر أنه بدون نزع سلاح الميليشيات لا يمكن لأجهزة الدولة أن تتحرك حيث أن سلاح الميليشيات يتحكم في حالة عقود أكبر المشاريع الاقتصادية الحكومية إلى شركات بعينها بعضها مصنف على القائمة السوداء لوزارة الخزانة الأمريكية عقود على الورق لم تسفر إلا عن مزيد من هدر المال العام فلم تسجل قطاعات الخدمات المختلفة كالصحة والتعليم والكهرباء أي تقدم يذكر رغم إنفاق مليارات الدولارات عليها سنويا فيما تذهب معظم الأموال المخصصة للمشاريع الخدمية والتنموية على شكل عمولات إلى جيوب زعماء الميليشيات والفاسدين الحكوميين ويؤكد عدد من وزراء حكومة عبد المهد السابق أنه لم يعد ينظر في أي شكاوى تقدم ضد انتهاكات وتجاوز الميليشيات الموالية لإيران بل إن بعض الوزراء دفعوا إتاوات لزعماء الميليشيات في العامين الماضيين لتسوية خلافات على عقود حكومية أو عقارات تابعة للدولة ومن المتوقع أن تبدأ الحكومة الجديدة بخوض حوار مع وسطا عن الميليشيات بما يضمن جانبا لا بأس به من مصالح حلفاء إيران في العراق فيما يرى مراقبون آخرون أن الولايات المتحدة قد تنتهج مسارا عنيفا للغاية ضد أدوات طهران في العراق إذا ما فاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولاية ثانية إلا أن حقيقة وجود ميليشيات مسلحة أقوى من الدولة نفسها وأجهزتها واقع لمفر منه بالنسبة لرئيس الحكومة الجديد مصطفى الكاظمي ما يعني أن صلاحياته ستبقى منقوصة وحتى إشعار آخر